أقرب إلى الأجواء الاحتفالية التجربة كانت قاسية جداً على ديمة أصغر طفلة فلسطينية وأصغر طفلة في العالم على الإطلاق تدخل سجون الاحتلال تحت عنوان أسيرة ديمة تحكي لنا أنت شو صار معك لما أخذوك شو بتتذكري؟ أنا كنت ماشية كانت ماشية والذي هو حارث المستوطنة رفع مصدسة علي وأجي عنده بطحنة على الأرض وكلمشني في البلدتك وعصب عيني ودعس على ظهري المستوطن؟ أم حارث المستوطنة بعدين؟ بعدين أخذوني على التحقيق في أي سجن؟ في كريات أربعة حكولك أنه أنت في كريات أربعة؟ أم كمان؟ بعد ما خلصنا التحقيق طلعنا على سجن الشران خشرون؟ أم كنت لحالك ولا كان معك كمان ناس؟ أم كانت معي واحدة أعتقلونا أنا وياه في نفس اليوم في نفس اليوم أعتقلوكم؟ أم كنت خايفة لحظة ما اعتقلوك؟ أم كثير ولا شوي؟ كثير أخذوك على كريات أربعة كيف تعاملوا معاك؟ كانوا يصرخوا، كانوا يسبوا، ضربوك؟ إيش اللي صار بالزبط؟ حككوا معي بس بس بالكلام؟ أم ما صرخوا فيك؟ لا ولا سبوا؟ لا ما سبوش كانت نفسيتك قوية؟ كنت خايفة بعد كريات أربعة كم يوم كنت في كريات أربعة؟ يوم بس يوم واحد وبعدين؟ في نفس اليوم طلعنا على سجن هشرون كنت مكلبشة وحطين الكلبشات في إيديكي؟ ومغميين عينيك طول الوقت؟ لا، في البوست لما طلعنا عشرون لا لا يعني مرات كانوا ي... وانت في الطريق، وانت في الطريق، كانوا يعنيك مغميات ولا بدون ما يغموهم؟ لا، بدون بدون وصلت سجن هشرون، إيش صار معك في سجن هشرون؟ دخلنا على السجن بعدين؟ آه، بعدين على الساعة، فنتان ونصحونا عشان المحكمة دخلت المحكمة؟ شو حكولك في المحكمة؟ حكولي إنك بدك تروح هذا بعد فترة طبعاً من وجودك في السجن؟ فين أول محكمة؟ آه، حكولك بدك تروحي مباشرة؟ آه، حكولي طيب، بعد المحكمة إيش صار؟ رجعنا عشرون في نفس اليوم ما روحتي، رجعوك على السجن؟ آه جوه السجن، جوه سجن هشرون، في مين التقيت؟ في بلعت في السجن كان في معك أسيرات برضو هناك؟ آه كيف كانت نفسياتهم؟ كانوا خايفات ولا كان يشجعوك يوري لك السجن طبيعي؟ يعني ما تخافي؟ هم كلمة قويات، ما عادي حكولي إن السجن ما تعيطيش منه أنت كنت تعيطي جوا؟ ليش كنت تعيطي؟ مش داء لأهلك ولا كنت خايفة ولا إيش؟ لا، كنت مش داء لأهلي بدا أحكي لك حمد الله على السلامة إن بارح روحتي، وكان في إليك استقبال عظيم عظيم جداً شو حسيتي لما شفتي كل الناس والكاميرات والصحافة وعطفة المحافظ ورأساء البلديات كل بسابل في هاد الطفل اللي عمرها 12 سنة ونص لسا ما صرت 12 نص شو حسيتي لما شفتي كل الناس بتستناكي؟ بفرحة، بس في نفس الوقت كنت زعلانة على الأسرة الأطفال اللي ضلوا في السجن الله عينة ديما الحمد لله على سلامتها برشيد الله عسلم يعني بتهيئة لتجربة، أولاً يعني إن شاء الله ما بتنعاد إن شاء الله إن شاء الله ما بتنعاد تحكينا كيف كانت تجربة اعتقالها بالنسبة لكم أنت وكاهل يعني قبل ما حضرتك تتفضل تكلم أنا بدي أذكر أستاذ المستمعين بأرقامنا للمشاركة اللي حاب يهني ديما الواوي وأبو ديما الواوي اللي بنفتخر بوجودهم معنا في الستوديو في هذه اللحظات أرقامنا هي 221-3344 أو 221-333-450 مقدمة الاتصال والرسالة القصيرة من جوال على 3-7-5-5-5-2 ومن وطنية موبايل على 6-3-8-8 مرة ثانية بقولك حمد لله على سلامتها الله عسلم تحكينا كيف كانت تجربة اعتقالها عليكم كعائلة والله بالنسبة أنه كان صعب جدا يعني طفل زي هيك يعني نطريب عن البيت يعني لو ولو يوم واحد ولو ساعة واحد يعني فكيف يعني أنها تقبع في سجل الاحتلال فهذا طبعا وسمة عار على جميع هذا الاحتلال أنه يعتقل طفل مثل ديما هي وسمة عار يعني طبعا بكل تفاصيلها هي عار لكن فكرة بأنك تكون قبل أصغر طفلة أسيرة في مستوى العالم شو مثلت لك هاي؟ طبعا هذا من دواعي الفخر والاعتزاز يعني طفل مثل ديما كون في سجل الاحتلال هذا شرف كبير لجميع الشعب الفلسطيني طبعا اللي أعتبر ديما مش بنت الوحدي بنت الشعب الفلسطيني بنت كل حر في هذا العالم الكبيغ هدهش كان فيه تعاون معكم من قبل جهات رسمية أو مؤسسات أهلية منظمات حقوقية محامين هدهش كان فيه تعاون في هذه الفترة؟ والله الحقيقة لكل تعاون معنا من البداية كل ما قصر يعني في هذا الموضوع على المستوى الرسمي على المستوى المؤسسات لكل الفضائيات الجميع الرئيس للكل يعني نحن نشكرهم كلهم نادي الأسير نشكر رهية شؤون الأسرة رئيس نادي الأسير سيد عيسى قراقم وعلى الوزير عطوفة المحافظة طبعاً ليلة غنام طبعاً لها جهود كبير والحمد لله بالله نحن نفتخر فيها بصراحة يعني يعني هاي المفروض يعني هي عاجب كبير في الوطن نحن نفتخر في هذه المرأة عطوفة المحافظة ليلة غنام نحن نفتخر بكل واحد بدعم مثل هذه العائلة بكل تأكيد نفتخر بكل حدا كمان بدعم مثل هذه الأسيرة المحررة للبطل اللي هي عروس عروس البلد كلها وعروس فلسطين ببدون شكل ماشاء الله عنا يعني مروحة بنفسية عالية وقوي يمكن شوي هيك انبهرت بهذا الاستقبال العظيم أنا بعرف تماماً لكن ماشاء الله عنا يعني مروحة برضو بنفسية جيدة الحمد لله يعني يتفاجئت في الموضوع يعني بس لكن كان في البداية شفت في البداية التقارير يعني كانت وضعها صعبة شوي لما نزلوها من الباص الاستقبال أول استقبال نعم وضعها يعني صعبة شوي بس عاوت اتقبلت الوضع شوي شوي يعني بكل تأكيد طبعاً هي بتقولي لما أنا مجرد ما شفت الناس كتير بستقبلوني فرحت طبعاً فرحت انت كنت متخيلة ديما كنت متخيلة كل البلد هيك تستناك تستقبلك ولو كنت متخيلة بس أهلك مثلاً آه الشرطة حكتلي شو حكتلك الشرطة حكولي كل الناس هذول عشانك صحيح حكولي الناس كانت عشانك عمرك توقعتي هذا الاشي انه كل الناس فعلاً تكون باستقبالك انت بحكولك ديما ولا فلسطين ايش رأيك شو لازم بحكولك ديما مش فلسطين بس انا بدا اقولك انت احلى عروس في فلسطين واحسن صبية في فلسطين والكل فخور فيكي والكل مبسوط عشانك وانا بدا اقول انه لاستاذ المستمعين وهذا مش مجاملة هذا حقيقة انا بعيش لحظات تاريخية انا صار لعشرين سنة بقدم برامج لأول مرة بعيش لحظات تاريخية مثل هذه اللحظات انا بقدم برنامج وتكون يعني الضيوفة في الستوديو اللي هو أصغر أسيرة محررة في العالم وولد هذه الأسيرة المحررة لكل الفضائيات انا بعرف كان موعدنا 8 ونص وكان عندك فضائيات كثيرة بتحاول تاخد منها حديث ومتخيل الضغط العصب اللي هي عايشة فيه بس ديما يعني ما تزعلي بالعكس ان تفخر لنا كلنا الآن مضطرين نخرج لفاصل عندنا موجز أحوال أهل البلد ومعلومة عن ماشي ثم نعود لمواصلة هذا الحوار التاريخي مرة ثانية مع هذه الأسيرة المحررة ديما الواوي ووالدها أخونا أبو رشيد اللي منتشرف بصدافتهم هنا في استوديو برنامج حديث الناس للمشاركة مرة أخرى أقامنا هي 2221-3344 أو 2221-3345-02 مقدمة الاتصال وللرسال القصيرة من جوال على 3755-02 ومن وطني موبايل على 6388 اللي يفقو مانا